وكأن الحرب وحدها لا تكفي في اليمن لتأتي معها الأمراض والأوبئة الفتاكة التي عادت للظهور مجددا خاصة في مناطق سطوة الميليشيا الحوثية لا يزال عدد من الأمراض الوبائية المدارية التي يتصدرها الملاريا تشكل خطرا كارثيا حقيقيا يتهدد حياة اليمنيين خصوصا مع غزارة الأمطار الموسمية المصحوبة بتجمع المخلفات والمياه الراكدة واختلاطها بمياه الصرف الصحي في كثير من المناطق ما يؤدي إلى تكاثر البعوض الناقل للعدوى بتلك المحافظات كورونا والملاريا والكوليرا وحمضنك وغيرها من الأمراض تفتك بحياة اليمني منذ تسع سنوات من الحرب التي قضت على المراكز الصحية ما ساعد من سرعة انتشار الأوبئة وعدم القدرة على مجابحتها لمنع الميليشيا فرقة تحصين من تنفيذ حملات التطعيم تتفشى الأوبئة بشكل غير مسبوق في عدد من المحافظات اليمنية نتيجة عودة الأمطار الموسمية التي أدت للنشوء المستنقعات المائية بالتزامن مع انتشار مخلفات وأكوام النفايات في ظل اتهامات للجماعة الحوثية بالفساد والإهمال ونهب مخصصات برامج المكافحة مصادر في القطاع الصحي الخاض للميليشيا في صنعاء تحدث عن وقوع أكثر من 2250 حالة وفاة بالملاريا بعد تلقي بلاغات عبر المكاتب والمرافق الصحية بمحافظة صنعاء والخديدة وإب وذمار وريمة وحجة والمحويت وعمران على مدى الشهرين الماضيين بتسجيل أكثر من 82 ألف إصابة